أغضبهم تجاهل ترامب لهم وعدم لقائه بهم ولم تغضبهم كل تلك الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق على مدى سنين هكذا ردت مجلة فورنبوليسي جورنال الأمريكية على الصراخ المتعالي للأحزاب التي تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها ترامب لقواته المتمركزة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبر المجلة الأمريكية أبدت استغرابها أيضا من صمت الأحزاب الحاكمة في العراق إذا أما تسبب به قرار غزو بلادهم وكيف أنه أثار ما سمته بالإرهاب وأدى لإغراق البلاد بالسلاح وفرق الموت وإدخاله في دوامة فوضى عارمة ما زال العراقيون يعانون منها إلا أن تلك القوى الحاكمة أزعجها وأحرجها عدم لقاء ترامب بأي منهم وبات حديثهم وشغلهم الشاغل انتهاك ما وصفوه بالسيادة موقع الميدليست أونلاين أكد بدوره أن الدعوات التي أطلقتها الأحزاب والميليشيات في العراق بوجوب إخراج القوات الأمريكية من البلاد لم تكن بدافع الغيرة على العراق أو الذود عن استقلاله بل كانت بدافع الخوف من هجوم أمريكي على راعيتها إيران الموقع قال كذلك إنه لو لا أمريكا لم استأسدت الميليشيات المرتبطة بطهران ولما تنمر بعض الساسة ضد الانتشار الأمريكي في العراق رغم أنهم دخلوا البلاد على أظهر الدبابات الأمريكية وأضاف الميدليست أونلاين أن قيادات الميليشيات التي انتفضت ضد ترامب وهددت بضرب المصالح الأمريكية كانت انتفاضتها في الحقيقة نتيجة خشيتها على النظام الإيراني وخشيتها من آثار وتداعيات أي مواجهة مستقبلية محتملة بعد أن ارتبط مصيرها بمصير النظام الحاكم في طهران